الشتة دخل كل سنة وحضراتكم طيبين أحب أنبه زي ما بنبه في بداية كل شتة محدش يولع خشب ويدخله جوه البيت عشان يتدفى به ويقفل الشبابيك ولا يعمل فيها ناصح ويقولك لا ده أنا بولع الخشب برة واسيبه يصفه وبعدين أدخله جوه عشان أتدفى به الموضوع ده خطر جدا ممكن يحصل اختناق بأول أكسيد الكربون وده غاز ملوش ريحة وللون احنا ما بنتكلمش عن الدخان احنا بنتكلم عن غاز أول أكسيد الكربون ويا ما حصل وفيات بالسبب ده الغاز ده ممكن يخليك تفقد الوعي وممكن تحدث الوفاء بدون أي مقدمات أما لو انت حظك حلو شوية فممكن يحصل صداع ويحصل قيء فتحس وتفتح الشبابيك ونفس الفكرة لو انت عندك سخان غاز وعايز تستحمى أو تاخد دش فانجز على طوله ما تطولش لأنه برضو ممكن يحصل منه تسمم واختناق بغاز أول أكسيد الكربون أو واحدة مثلا عايزة تحمي ولادها فتقعد جوة في الحمام وتنده عليهم واحد وراء الثاني وهي قاعدة جوة في الحمام طول الفترة دي تجيبك كبير تحميه بعد منه اللي بعده بعد منه اللي بعده وهي جوة والحمام دي وما فيش تهوية كويسة ممكن يحصلها برضو تسمم أو اختناق بأول أكسيد الكربون وزي ما بقولك يا ما شفنا حالات حصل فيها وفاة بسبب سخان الغاز وبرضو احنا مش بنتكلم عن تسريب غاز احنا بنتكلم عن غاز أول أكسيد الكربون ده بيطلع نتيجة الاحتراق الغير كامل مش بنقول ان انت عندك تسريب في الأنبوبة ولا تسريب في الغاز لو عايز تعرف تفاصيل أكتر فانا عملت فيديوهات عن تسمم بأول أكسيد الكربون والاختناق بأول أكسيد الكربون وايه هي الصور التانية أو الحاجات التانية اللي ممكن تعمل كده برضو عشان تاخد بالك منها ولو انت طبيب فانا عملت برضو في الفيديوهات ازاي بنتعامل مع الحالات دي في الطوارئ هسيب لك الروابط بتاعتهم في الوصف أسفل الفيديو أو في أول تعليق وادمتم في أمان الله